اشتركوا في القناة والسلامة ورح ينكث فيها حتى تمام الساعة وحدة وتسعة وعشرين دقيقة عصرا لا ينتقل بعدها لمنزلة ساعة ذي الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية طبعا القمر زي ما حكينا موجود في برج القوس وبدو ينتقل لها برج الجدي اليوم عشان هيك لغاية ساعة الظهر منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتوجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى علم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا إحنا الآن في فترة خلو المسار خلو المسار هذا من يوم أمس من الساعة ستة ونص تقريبا مساء بلش ورح يستمر طبعا لغاية ساعات الظهر وهو لساعة 11 و 29 دقيقة ظهرا لا ينتقل بعدها القمر ويستقر في برج الجدي طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية قبل ما ندخل على الزوايا الفلكية خلينا نذكر برضو أن فترة خلو المسار هاي هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي شيء جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج إلا الأشياء اللي كنا نويين عليها ما قبل خلو المسار يعني اليوم بتقدروا تحسبوا من ساعات الظهر أن الأجواء أصبحت إيجابية وبتقدروا تقدموا على أي شيء بتكتعملوا ضروري بالنسبة للزوايا طبعا عندنا اليوم ثلاث زوايا فلكية أول زاوية رح تكون زاوية تخليف إيجابية بين القمر والمريخ وهي رح تكون فيه تمام ساعة خمسة وخمستعشر دقيقة مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية خطيرة تأثيرها بلش ويعني من يومين ويمكن اللي بيشتغلوا في البورصة أو الأسهم أو الذهب لاحظوا هاي الزاوية تأثيراتها هاي زاوية اقتران إيجاب يعني سلبية اقتران سلبي بين عطارد وبين المشتري وهاي رح تكون فيه تمام الساعة خمسة وتسعتاشر دقيقة مساءً هي ذروتها فإلها يومين مأثره هاي بتهدد بالقلق النفسي وبيزيد الميل للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار وممكن يتعرضك لبعض المشاكل مع العدالة أهم إيش يكون يعني تجنب توقيع الوثائق بالفترة هاي وما تقوموا في أي استثمار أو مضاربات مالية لأنها ممكن تنتهي بدعاوى قضائية المشكلة أنه عطارد بما أنه عمل زاوية الاقتران وهو طبيعة الحال بالاقتران بيصير سلبي لأنه المشتري منتحس أساساً فعشان هيك بيصير الضغط على المستوى المالي أكثر فبصير لها علاقة بالسياسة المالية هي على المستوى الدولي أو التجارية للبلد ممكن يتم فضح بعض الاختلاسات والتلاعب في المؤسسات المالية والبنكية أو انتقاض بعض القوانين والتشريعات الجديدة وممكن يتعرض بعض الكتاب أو رجال الصحافة للمقاضاء أمام العدالة أو بعض القضايا الدينية والعقاهدية ولكن هي التأثير الأساسي إلها بيكون إلو علاقة بالمال إلو علاقة بسوق المال والبورصة غير الصحافة والتنقلات والأشياء هاي فعشان هيك بتلاقوا أنه الذهب فجأة ارتفع وفجأة نزل فعشان هيك هاي هي اللي دائما منحذر منها من المضاربات المالية لأن المشتري هو المسؤول عن الهمور اللي إلها علاقة بالمال أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية راح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون في تمام ساعة ثمانية وثلاث عشر دقيقة مساء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم طبعا بالنسبة لخلو المسار القادم بما أن القمر راح يكون موجود بالجدي خلو المسار راح يكون يوم الأربعة ثلاث عشر واحد بيبدأ في تمام الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة الرابعة وثلاث واربعين دقيقة مساء لا ينتقل لها برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وخمسين دقيقة صباحا بيصبح ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم تسعة عشر واحد مزاجها سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في القوس بده ينتقل للجدي حتى ثلاث عشر واحد سعيد بنسبة تسعين في المية اليوم عطارد في الدلو حتى يوم ثلاثين واحد منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم واحد اثنين سعيد بنسبة سبعين في المية المريخ في الثور حتى أربعة ثلاثة منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاث عشر خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم 23.05 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14.01 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 25.06 سعيد بنسبة 15% إبلوتو في الجدي حتى يوم 27.04 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية ما لبعيدة حتى ساعة الظهر من ساعة الظهر بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية لا ترتجل المواقف والتصاريح أو التصريح كي لا تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات أو بتواجه أمر صعب ومعقد التزم بالمسئوليات الفترة هاي واعدة برج الثور بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شيء تخففوا من النفقات لغاية ساعات الظهر من بعد ساعات الظهر بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة تم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا بتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أو لأمور إلها علاقة بالوثائق والمعاملات الحكومية اتحرك على مختلف الأصعد برج الجوزة بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتضل الأجواء الرومانسية مشجعة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخل تعديل على نمط حياتك لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور معين فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الصرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم أما في ساعات الظهر اهتمامكم رح يكون حول تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة حافظ على هدوءك وما ترتجي الكلام أو توجه ملاحظة فخصمك في الفترة هاي بكون قوي تحمل لك هاي الأيام بارتباط مهم فحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج الأسد ابترغبوا في تقريب أو التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم حاذر من تعب صحي أو جسدي بيمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج العذرة بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة بتتلقى إشارة إيجابية هذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وخصوصا السفر القصير وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما في ساعات الصباح للظهيرة بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن انهتثير اضطرابك وانفعادك لا تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج العقرب من جهة ثم فرصة لمكسب مالي ولكن من جهة أخرى ثمانة فقط وهذا الوضع رح يستمر لغاية ساعات الظهر بعدين بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتصال أو اتفاق أو مصالحة برج القوس أنتم هم تلئون نشاط وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لغاية ساعات الظهرة بعد ساعات الظهرة بتعيد تنظيم ميزانيتكم لا تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بيسيطر التعب عليكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم أما في ساعات الظهر بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم وبتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهل بدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم عمر عالق اليوم بيحمل لك خبر سار برج الدلو بتنشطوا بين الأصدقاء لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الظهيرة بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك برج الحوت حافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل أما في ساعات الظهيرة بتلتقوا الأصدقاء حاول تصحيح العلاقات المتردية وما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا بتكثر الاتصالات والمواعيد وممكن يكون عندك بعض التنقلات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة